صرح البيان الرسمي لمؤتمر غريب نواز العالمي للسلام والذي اختتمت فعالياته في ميدان رامل الله بنيودله عاصمة الهند بتعيين فضيلة الشيخ سلطان العلماء أبو بكر أحمد مفتيا للجمهورية الهند وتم انعقاد مراسم التعيين بمشاركة عشرات الآلاف من الممثلين والنواب لعديد من الأحزاب والجمعيات الإسلامية من 23 ولاية هندية ويأتي اختيار فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتيا الجمهورية الهندية خلفا لفضيلة الشيخ المرحوم المفتي تاج الشريعة محمد أخت الرضا خان القادري الأزهري وأعرض فضيلة الشيخ أبو بكر خلال كلماته الرسمية بعد تعيينه مفتيا للهند عن أهمية حفاظ مسلمي الهند على وحدة الأمة الإسلامية والاتحاد على القضايا العامة التي تمس المجتمع الإسلامي بالهند مشيرا إلى أن التنوع المذهبي في الفقه الإسلامي هو اختلاف بسيط في بعض المسائل الفرعية ينبغي أن لا يؤدي هذه الاختلافات إلى خرق وحدة صهوف الأمة واختلافها في القضايا العامة التي يواجهها المجتمع الإسلامي في الهند كما أكد فضيلته بضرورة توسعة الأنشطة التربوية إلى جميع القرى والمدن من خلال بناء المدارس والمساجد والمعاهد الدينية مراسل البرنامج بالهند عبدالصمد الثقافي أجرى لقاء خاص لبرنامج آفاق مع الشيخ أبو بكر أحمد نتابع الحمد لله علماء الهند عينوني واختاروني كمفتي أعظم للهند هذا في الهند الذي هو حكومة علمانية الحكومة العلمانية لا تكون فيها قال ولا حاكم ولا مفت شرعي من حيث الحكومة ولكن من الزمن القديم إلى الآن الناس يختارون قاليا ومفتيا في كل قرية وفي كل بلدة وفي كل بلاية ومحافظة ويكون فوق هذه الجماعة من المفتين والقلاط مفتي عام مفتي أعظم لما توفي المفتي الأعظم الشيخ أخطر رزاهان رحمه الله علماء الهند يجتمعوا وتشاوروا واختاروني لهذا المنصب بفضل الله سبحانه وتعالى أنا قبلت هذا المنصب نابيا لخدمة دين الإسلام بهذا المنصب إن شاء الله يكون تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس حتى عند الحكومة يكون هذا المنصب سببا لتسهيل هذا التنفيذ والعالم كله خصوصا الأمة الإسلامية الآن بحاجة سديدة إلى وحدة الصف ونبذي جميع أنواع التفرقة بلا سك ولكن هذا الجمع والتجمع لا يؤدي إلى ترك سعار الدين إلى ترك سعائر الدين لا نترك سعار من سعائر الدين ولا حكما من أحكام الدين بل يتقيض كل واحد بدينه ومذهبه ومع ذلك يكون هذا الاتحاد بينهم والوحدة بينهم بلا شك معنى الوحدة أن نترك الدين ونأخذ بدين آخر ليس معنى هذا لا يراد أبدا قط لأن المسلم يأخذ بدين الاسلام وسعائره وأحكامه وكذلك سائر اللذيان المختلفة يأخذون بسعائر دينهم وأحكامهم فمعنا الوحدة والاتحاد أن نتهد حسب ما نستطع مع القيام بأخذ الدين وأخذ سروط الإسلام والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لخدمة دين الإسلام والوحدة الإسلامية لأن هذا الزمن زمن قتل وحرج ومرج وفتن ومصائب كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم لكن التمسك بدين الإسلام وبالوحدة يجب على كل مسلم بلا شك الصامر على دينه كالقابض على الجمرة هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم القابضة والآخذة لدين الإسلام في آخر الزمن فعلينا أن نصبر ونتهد ونتفق لخدمة دين الإسلام ولألا يكون العذابة بين صائل اللذيان بل نعيس بالتعايش التلمي بين اللذيان المختلفة هذا هو التوفيق هذا هو الحمد والحمد الله رب العالمين وشكرا ترجمة نانسي قنقر